انهزم المنتخب الوطني ليريكبي بنتيجة 22 لعشرين أمام نظره الغاني في مباراة تأهيلية لحسب الجولة الأولى من تصفيات كأس مم أفريقيا 2021 وفرضها المنتخب الوطني سيطرته طيلة أطوار هذه المباراة حيث كان متقدما في النتيجة ب20 ل3 قبل 10 دقائق عن نهاية المواجهة وتمكن المنتخب الغاني من قلب يطاول على الخضر في الدقائق الأخيرة من المباراة محققا الفوز بنتيجة 22 لعشرين هذا وسيلعب المنتخب الوطني مبارته الثانية الأحد المقبل أمام منتخب أغندا الذي حقق فوزا سهلا في مباراتها الأولى وبنتيجة 53 لعشر على حساب منتخب غانا